أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم ونستأنف مجموعة المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى السرطان لمساندتهم والنهاردة بإذن الله هناخد المحاضرة الأخيرة في الكيدني آخر محاضرة بإذن الله في الكيلية وهي تنقسم إلى قسمين في القسم الأول وهو الأهم هنتكلم على الأسيد بيز بالانس وهذا الجزء الأهم ثم في الجزء الثاني وهو الأصغر نتكلم على الرينال فونكشن تس والكرونيك رينال فيلير وهي يعني في كثير من الجامعات العربية عندنا ما بيحتموش بيها كثيرا فهنا نتركى الله ونبتدأ الجزء الأول وهو الأسيد بيز بالانس لكن كعادتنا بنحب نبتدي بالمالفل شويس المالفل شوز قوشنز على المحاضرة الماضية أهي هنتركى على المتدأ سانية بس مزبطة أفضل شوية ستسمحكم عبرة سانية بس مزبطة أفضل شوية الإجابة الصحيحة اللي هي C إنما إذ نايذة ريئب زورة نورس كريتي دي خطأ وطبعا نحن عارفين البوتاسيوم ده في انو مادة بيجري عليها ريئب زوبشن في الاول لمعظم الكمية ثم لضبط الكمية في الدم بيحصل سكري شن في الآخر ففي الإجابة الصحيحة السؤال الثاني يعني كل أشخاص الرياني المشأل الممتصف في الارعية إنسبت الإجابة الصحيحة طبعا الثقة الارعية المدلائية 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 المحتوى الممتصف في المادارات المعليات المتخ Libera الانترستيشال الفليود اللي بيساعد في الفاكالتاتيبوتري ابزوبشن الهام جدا للابزوبشن او ووتر السؤال الثالث هادرين سيكريشن اتليت ديستال ان كولكتنج تيبيونيس نحن عارفيني اولاد ان ده بيبقى وعليه سوديوم انديبندن لكن بيعتمد عالقل دستيروم فهل هو اكيرز باي ساكن ري اكتف ترانسپورت طبع اجابة خطيئة وهو برايما اكتف هل هو سوديوم انديبندن دي الاجابة الصحيح بي هي الاجابة الصحيح is not stimulated by aldosterone لا هو stimulated by aldosterone وبعدين get read of most of renal hydrogen secretion most of renal hydrogen secretion بيحدث في البروكسي مالتيبيون لثمانين في المئة من الكمية السؤال الرابع اولاد وده كم مسألة provides اللي هو على البلازما كليرانس وكلنا يعلم ان C تساوي U في V على P حيث U الconcentration of urine V الvolume of urine per minute وP هي الconcentration in plasma فهو الداني البرازما كونسنترشن 5 ميلي اكوفلان بير ليتر اليرين كونسنترشن 375 ميلي اكوفلان بير ليتر اليرين volume per minute 1 يبقى مضرب U في V تبقى 375 فواح ب375 على P على 5 النتيجة هتبقى كامي اولاد تبقى 75 ميلي ليتر طبعا المادة دي بقى الاجابة الصحيحة Partially reabsorbed by nephron وهي C طب السؤال الخامس partially reabsorbed by nephron which substance is best for measuring effective renal plasma flow يبقى لازم مادة تبقى completely secreted through a single circulation واحدة الي مكتوبة الصحيحة هنا هي Sap Colt هي عبارة عن صبغة بال contenu اللي بيستخدموها في الكلة وخليك معايا هي completely secreted وبتنزل في المجاري البولية وبالتالي بتبين لنا شكل المجاري البولية هل فيه ضيق في الحالب هل فيه ستون هل فيه دايلتيشن and so on فالديدراست اللي هي الصلة بتاعت الكليا بيستخدموها ليه لأنها totally secreted through single circulation وبتنزل في المجاري البولية وفي الأشعة بالبان يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ وعليه السؤال الأول إجابة الصحيحة C for cat الثاني D for daddy الثالث B for baby الثالث C for cat الرابع A for alpha فلا توقع الله وأنا أبتدأ الأسد بيست بالانس أنا بس أستسمحكم عشان الإضاءة مش مزموطة أزموطها للمشوعة الشمسي بأسرعينها شوية فلا توقع الله وأنا أبتدأ الأسد بيست بالانس فهنبتدي بالأسد بيست بالانس وده من الجزء الأصعب قليلا وبعدين ننهي من الجزء الأسهل وهو الرينال فومشن تس توقع الله وأنا أبتدأ الأسد بيست بالانس من أهم الموضوعات في الطب وكثير من الأطباء ما يعرفوش كويس هذا الموضوع ولأنه هام جدا وعدم ضبط الـ pH بتاع المريض تودي بحياته فمن فضلكم الناس اللي هي الـ undergraduates اللي هما طلبة الطب والمستير والدكتوراه والزملاء الأصغر سنًا يتابقوني كويس قوي مفضلكم مع هذا الموضوع لأهمياتي فهنبتدي بالأسد بيست بالانس فيعني أسد بيست بالانس أو الأسد بيست بالانس بنخصب بيها الأسد بيست بالانس من أكسترا سيلار فليوت يعني أما بقول أما بزموط الأسد بيست بالانس أو الأسد بيست تيت هي الخاصة بالأكسترا سيلار فليوت لأن هذا تعبير كنا أخذناه لاب مع الهيموستيزيس فاكرين الهوميو أسف الهوميوستيزيس هوم يعني مسكن وبمسكن بنعني الانترنال الانبايرمنت وقلنا كما تعيش السمكة في الماء تعيش خلايا الجسم في الماء برضو اللي هو الأكسترا سيلار فليوت فضبط مسكن الخلايا اللي هو هوم هوم يعني مسكن ستيزيس يعني تثبيت هو ضبط الأكسترا سيلار فليوت حتى قلنا لازم تكمل الدفينيشان خدناه في الانترودكشان فر أبتمام فامشن الف سيلز يعني هوميوستيزيس الديفينيشان ده ينقصب إلى شقة طائر تثبيت المسكن هذه الشقة الأول في الوضع الأفضل ده الشق التالي فتوكيب the internal environment اللي هو بالنسبة لخلال extra cellar fluid constant for optimal function of cells فكله بنظبط حوالي سبع حاجات مهمة ووحدة من أهمهم اللي هو ال pH فمنقول acid based balance نحن نعني ان احنا acid based state of extra cellular fluid طيب دي كانت أول نقطة عاوزين نعرف ما هو ال acid وما هو ال base ال acid يا أولاد هو molecule produces hydrogen أي molecule جزئ بيدي hydrogen دي نعتبره acid سميه proton donor طيب ال acid نوعان في strong acid اللي بتبقى 100% dissociated زي مثال مثلا hydrochloric acid كل الجزئاء بتنقصب الى hydrochloric acid ومثال زي carbonic acid بيبقى 1% بس منه dissociated الى hydrogen وباي carbonate ما هي ال base ال base بالعكس هي molecule molecule combines with hydrogen مش يعني مش بتدي hydrogen بتستقبل hydrogen زي منسميها acceptor في هذه الحالة وبرضو هتنقصم الى نوعين strong basis زي sodium hydroxide اللي بيقى 100% dissociated و weak base زي ammonium hydroxide اللي هي 1% dissociated طيب نسبة free hydrogen في ال very very low وبقولها بطريقة لا يمكن ان تنسى 0.00004 يعني خد بالك 4 وقبلها 4 صفار يبقى حلوة فيه تذكرها 4 قبلها 4 صفار ميلي مول بر ليتر اللي هي تعادل 40 نانو مول بر ليتر دي كانت المعلومة الاولى ننتقل للمعلومة الثانية هاني بتدي هاو وي ديترمن الارتيريال هاو وي ماجر البي اتش البي اتش زي نعرف موضوع الاسب بيس بلانس نحن نحن وي هاو تو ماجر الارتيريال بلد 2 out of 3 يعني بنئيس خد باله نقاط المهمين جدا. العينات بتاعة البي اتش يولاد بناخدها من ارتيار بغض. دي انا احب ربيكوا ليها مهمة. يعني معظم عينات الدم بناخدها فينس. من الوريد. لان طبعا قلنا الوريد ليه بناخد العينات فينس. اولا هي الاسهل. دي نمر واحد. اتنين انه انك انت يعني تسقب الفين ده غير مؤلم. لان الفين مفيش حواليه بليكسس ازال ارتيار. المرة ثلاثة ليه بناخد عينات من الفينس. لان في الفين بيبقى عاطي جدا. فبعد ما تسحب النيدل. الليكتج بيبقى بسيط ممكن ايقافه. يبقى معظم العينات في الدم بناخدها فينس. لكن في عينتين مهمين جدا في الدم يا اولاد. يلا كلنا ستسمعني. الاندر في عينتين لازم ناخدهم ارتيريا. اللي هم البي اتش والبلود جاسس. يبقى العينات الخاصة بالبي اتش والبلود جاسس لازم يتخذوا ارتيريا البلود. ما يتخذوش ابدا فينس. فدي نقطة مهمة جدا في الامس كيو. ليه? لان البي اتش بتاعت فينس بلود متفرق. لو تيشو ده اكتف. هيبقى الدم الفينس اللي طالع منه مور اسيليك عن تيشو تاني. يبقى الاكتف هيبقى مور اسيليك عن ريستيج. يبقى طب هقارن ازاي. انما الارتيريا لقبل ما يروح الانسجة كله ده سيم بي اتش. بتبقى سيم بوينت فور. نفس كان بالنسبة لبلود جاسس. لو انا عندي اكتف تيشو. هيبقى البرودكشن في سي او تو في كتير في الفينس بلود. وسحب اكشن كتير يبقى نقص الاكشن جامد. مقاراتا بريستينج تيشو. فالمقارنة هتبقى ازاي. البلاد جاسس بتفرق. فاكتف تيشو. هيطلع سيروتو كتير. ويستهلك اكشن كتير. الريستينج اقل. فعشكيا بناخدها ارتيريا. يبقى كل العينات في الطب بتتاخد فينس. دي نوعات مهمة جدا. ما عدا يوجد نوعان من العينات لازم ناخدهم في هذه الحالة بناخدهم ارتيريا. اللي هم البي اتش والبلود جاسس. طيب. احنا في البي اتش. البي اتش. لازم بنركز. يعني بنس حاجتين من ثلاثة. وتبقى حافظهم الصم. الهايدرون اين كونسنتريش. تبقى عارف كويس او. اللي هو كان. بيبقى خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين. نانو مول لكل لتر. او لو عايزها بالبي اتش. بتبقى من سبعة خمسة وثلاثين لسبعة خمسة واربعين. يبقى فيه رينج. تحفظهم الصم. صم النورمال ستاندر. طيب. يبقى. الهايدرون لما ايسه. ها عرف منه او البي اتش. هل عنده عنده اسيدوزيس او الالكالوزيس. طيب استيل في سؤال مهم. هنعرفه بعد شوية. النوع الاسيدوزيس والالكالوزيس. ده لازم تقيس واحدة من الاتنين الجايين. يعمى تقيس البرشور في كاربون داكسايد. يعمى تقيس البي كاربونيت نمرة ثلاثة اللي هي الالكالي ريزاف. طب احنا عارفين الكاربون داكسايد في الارثيار بلاك كامر. ولكم فاكرينه والرقم. 40 مليمتر ماركري. 40 مليمتر ماركري. طب فيه من 35 ل 45 مليمتر ماركري. طيب النقطة الثالثة. البي كاربونيت. اللي هو الالكالي ريزاف. الرينج بتاعه من 22 ل 26 ملي اكوبلاند بير ليتر. يبقى تاني. اتعلمنا دوقتي على موضوع البي اتش. اتعلمنا. شيئين. اول نقطة انه في الهيدروجن عين في الدم. لما بنقصد الاسيد بيز بالانس. فنحن نعني الاسيد بيز ستيت. افتحوا دانا. افتحوا دانا. افتحوا دانا. افتحوا دينا. اكستر سيور. طب تاني نقطة تتعلمنا. انه. توميجر الاسيد بيز ستيت. لازم ناخد العينات ارتيريا. وناخد اثنين من ثلاثة. اول حاجة لازم يتعرف تركيز الهيدروجن. هذا يقول لي لو زاد تركيز الهيدروجين عين اللي هي عادل نقص البي اتش تبقى السيدوزيس لو نقص الهيدروجين عين في الدم اللي هو عادل زيادة البي اتش تبقى الكالوجيس وتبقى حافظ تركيز الهيدروجين عين كويس قوي الرقم السهل 40 نانو مول بير نيتر طبعا بناخد ريج من 35 إلى 45 طب البي اتش الارتيريال بلود 7.4 بناخد رينج من 7.35 إلى 7.45 الارقام دي مهمة جدا في الطب طبعشان نعرف نوع الاسيدوز او الالكالوجيس اقيس واحدة من الاتنين الجايين عشان كده بنقول انت اقيس اتنين او او ثري او او ثري اهم فاتقيس لي البرشور في كاربون دا اكسايد هنفهم بعد شو ايه الكلام ده اللي هو نوربالي 40 مليميترز مارك طب الرينج 40 بقى 35 إلى 45 او تقسلي الالكالي ريزيرف اللي هو البايكر منت في الدم اللي هي من 22 إلى 26 ميلي اكو فرام بير نيتر طيب طيب جابوا منين الثلاثة دول برضو احب افهمها لكم انا كنت قلت في سنة اولى وتاني الناس اللي بتسمعني اول مرة مين ال PRIMARY DETERMINANT OF HYDROGEN AYON CONSENTRATION في الجسف الاجابة THE PRIMARY DETERMINANT OF HYDROGEN AYON IS CARBON DIOXIDE ال PRIMARY DETERMINANT OF CARBON DIOXIDE لان الHYDROGEN AYON CONSENTRATION TO CARBON DIOXIDE IN PHYSICAL reviewing CARBON DIOXIDE IN PHYSICAL top bodо Before we get into a transparent من يمثل挑挑 YiropN DIOXIDE IN PHYSICAL او من يمثل enjoyed meat ال attends FIETтов الذي يمثل geri بينما أهم taxi وهي كاربون داكسايد كنا قلنا في سنة اولاد بيحمل از باي كاربونيت فاهم صورة كيميكال هي البي كاربونيت انا بس بذكركم باللي قلنا في سنة الاولى لان عارف ان في ناس ممكن يكونوا اول مرة بيسمعوني فتاني اقول انا قلت ايه في سنة اولى انا قلت ان البرائماري ديترنت افتح ودناك هي كاربون داكسايد يعني اهم حاجة تحدد الهادرون اين والكاربون داكسايد طب ليه؟ ثاني معلومة قلتها لان الهادرون اين كونسنتريشن is directly proportion to carbon dioxide in physical المزاب ويمثله هنا pressure of carbon dioxide لان قلت الغازات المزابة هي ليها pressure الغازات في التحادات الكيميائية لا ضغوطة لها غازات في التحادات الكيميائية لا ضغوطة لها فقط غازات في التحادات الكيميائية عشان كده اللي بيمثل الكاربون داكسايد في التحادات الكيميائية هو pressure of carbon dioxide بينما الكاربون داكسايد في التحادات الكيميائية معظم الموجودة بكاربونية يبقى فهمت الثلاثة دول بوم منين؟ بوم المعددة دي يبقى لازم في قياس ال acid basic state نقيس ناخد عينا arterial blood دي اول معلومة مهمة جدا في ال MSQ arterial قلت مفيش حاجة بناخدها arterial غير اثنين عينات الhydrogen ion او pH وعينات البلد وبناخد اثنين او ثلاثة لو حضرتك است الhydrogen ion دا بتعرف هل هي أسيدوز ولا الكاروز لو است واحدة من الاثنين دول بتعرف نوع الأسيدوز او الكاروز طالب يسألني طب ليه واحدة من الاثنين؟ هنقولها فيه اوليها لكن اقولها دلوقتي عشان تبقى فاهم ليه واحدة من اثنين لانه هما الاثنين بتغيروا بنفس الطريقة يعني في اي نوع من الاسيدوز والأركوزي هما الاثنين يزيدوا في نوع ما؟ لانه في نوع اخر هما الاثنين يقلوا عشان كده كفاء تقيس واحدة من الاثنين مش لازم تقيس الاثنين لان نفس الطريقة فلو ده زاد ده زاد لو ده قل ده قل يبقى كفاء تقيس واحدة عشان كده قلنا نفس الطريقة نقطة الثالثة ايه اهمية الاسيد بيزي ستيت؟ ان كل ده سؤال شافري ان كل البروتين ميدياتي بروسيس كل البروتين اللي فيها بروتين بتعتمل على البياتج واذا كنت ناسي افكرك انا قلت ان كل الاكتف استراكشورز في جسمك الاكتف اللي لهم قيمة النشطين هم عبارة عن بروتين الانزايمز بروتين الترانسفورت موليكلز اللي هم الكاريارز بروتين الريسيبتور بروتين الكنتراكتايل موليكلز اللي هم الابتلوميسين كل ده بروتين يبقى ايه همية زبط الاسيد بيزي ستيت في الجسم؟ ان كل البروتين ميدياتي بروسيس اي حاجة اللي ما بتشتغلش غير في بي اتش معايا الله طب ده احنا كل حاجة مهمة في جسمنا لا هي ليبيد ولا كاربوهدريد هي اساسا بروتين النقطة الرابعة بعد كده اللي هي السورسزو في هادوش انا بعيد كلام قلتوا في سنة اولى قلت يا ولاد ان جسمنا لا ينتج لا ينتج غير اسيدس الميتابوليزم بتاعنا ما يطلعش غير اسيدس عشان تبقى فات وان هذا هو منذ لذلك ليه البي اتش بتاعنا 7.4 يعني الكلام لان في جسد لا ينتج سوى احماض كان لازم نبقى مستنينها بحاجة الكل الميتابوليزم لا يطلعش غير اسيدس بيش متابوليزم يطلع الكل طب يطلع اسيدس يبقى تبقى مستنى بايه بقى الوسط اللي انت مستنى فيه يبقى الكل طيب السورسزو في هادوش ح veya يعني Jessie الكاربونيك اسيدот لم تبقى الكاربونيك اسيد في الكاربونيك اسيد الخيار llega الهدراز يتحول الكربونيك أسد إلى ووتر وكاربون داكسايد هذا الكاربون داكسايد تطلع عن طريق الريس باريشي بينما البروتين والليبد فيهم فوسفرس و سالفور ينتجه يمتلك سالفوريك أسد و فوسفوريك أسد من الذي يتخلص بينهم؟ الكيدني يبقى الميتاموليزم متاع الأكل ما يتطلعش من الأسد الكربون داكسايد تطلع كربونيك تتخلص منه والبروتين والليبد اللي فيهم سالفور و فوسفرس يتطلع فوسفوريك أسد و سالفوريك أسد لما يتقسم من يتخلص بينهم؟ الكيدني وده كميته حوالي ستين ميلي مول بردي في حاجة تانية تنتج أسد في جسمينا اللاكتك أسد في السيفير إكسرسايز لما يتكسر جولكوز أنيروبيك أسد ينتج لكتك أسد لما يبقى فيه إن أديكويت أكسجن طيب في الدابيتس ميليتس مش عارف أحلى كربوهيدريت لأنه مفيش إنسول فهو أغير عنه فات وقلت افهامه صح مش حر الفات بينتج عنه كيتو أسد عمري ما قلت الكلام ده اللي بيقوله بعض الزملاء قلت حر الفات بدون كربوهيدريت كربوهيدريت يعني شرطين عشان ينتج كيتو أسد في الدابيتس ميليتس لازم تحرق فات وفي نفس وقت ما تحرقش الكربوهيدريت طب هو ده الوسط الأمثل في الدابيتس ميليتس إننا ما بحرقش الكربوهيدريت وبحرق فات في عدم حرق الكربوهيدريت ينتج عنه كيتو أسد طيب قلنا الاماونت اف هادروجين في الاكسراسير فليويد كمبارد الاماونت اف هادروجين فقلنا ان الكمية فاكرين هالرقم ياولان كان 0.404 ميلي مول اللي هو 40 نانو مول برليتر طب إيه اللي علاقة بين البي اتش والهادروجين قلت البي اتش هو النيجاتيف لوج بتاع الهادروجين كونسنتريشن هنشوف يعني إيه اللي علاقة بين البي اتش والهادروجين البي اتش هي النيجاتيف لوج لتركيز الهادروجين البي اتش هنشوف المعادل اهي النيجاتيف لوج ادي تركيز الهادروجين اللي هو او بوينت او عتنسوها بقى اربعة صفار اربعة وقلت جابوا منين كلمة بي اتش في سنة اولى انا كل ده برجع لكم اللي خدناها في اولى للناس اللي بيحتروا معي اول مرة بي اتش اللي هم قالها الناس الالمان بوتنشي هيدروجينة قوة الهادروجين لو ترجمت الكلمة الى الانجليزية يبقى حتى مصادفة انها بي و اتش باور بالبي وهادروجين بالاتش ادي انا عارف في ناس اول مرة تعرف كل البي اتش اللي بوها منين بالالمانية بوتنشي هيدروجينة اللي معناها بالانجليزية ترجمت بي اتش اللي هي النيجاتف لوق للهادروجينة ترجمت بي اتش تاني نقولها تلك كلمات يبقى ما يقولك اعلقت البي اتش بالهيدروجينة النيجاتف لوق و الهادروجينة ترجمت بي اتش حيث الهجن ينقص الحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في الحياة في الحياة في تغيير الحياة يختلف هل الكيشو اكتف يبقى البلد اللي طالع منه مور اسيليك ولا ليس اكتف يبقى ليس اسيليك فعش كما بنقارنش ابدا ابدا ما بناخدش عينا بناخد عينات ارتير اللي هو 7.4 حضرتك الحقيقة ممكنة لو نزلت من 7.4 تحت 6.8 يتوفق الله طيب 7.4 لو زادت ل8 يتوفق الله يبقى الحقيقة ممكنة بين 6.8 و 8 حتى رطيفة 6.8 الحقيقة ممكنة طيب النقطة الخمسة والاخيرة في المقدمة ريجوليشن واسيب بيس بلانس ازاي بنظمت الاسيب بيس بلانس احنا قلنا جسمنا بيونتيك اسيدس يبقى اول حاجة بنتصدى بها الاسيد هي كيميكال بوفرس خلاص تعرفي عن الكيميكال بوفرس دي كلمة ايه ان البوفر في ناس مش فاهمة اللي هقوله كل اللي بعمله انه بيحول استرونج اسيد الى ويك اسيد يعني هو ما بيلغيش الاسيد زي ما هنشوف انما بيمينيمايز ازاي ما انا فاهمت انه مسلا لكتك اسيد قوي هيتحب مع سوديوم بايكاربونيت يدي سوديوم لكتيت وكربونيك اسيد يبقى كل اللي عمله سوديوم بايكاربونيت اللي هو البوفر ايه انه حاول اللكتك اسيد بقوي اللي هي غير البي اتش تغير جامد الى كربونيك اسيد ضعيف يبقى اذا الكيميكال بوفرس اولاد ما بتمنعش التغير في البي اتش انما بتقزم بتقلل بتمينيمايز التشينج ببي اتش بس فيها ميزة رهيبة انها التفاعل الكيميائي ياخد جزء ميزة ثانية ميزة ثانية يبقى بتحصل انا فراكشن ومساكت طيب لطالب فاهم احنا قلنا الاحماض نوعان يابولاطايل زي اللي بيطلعوا من الكربونيك المتابوليك اسيد تبقى دي مسؤولية مين مسؤولية اللانز يبقى رسباتوري سيستم مسؤولة انها تريموف الهادج وعين افولاطايل اسيد ودي بتشتغل مينتز تاني نوع من الاسيد اللي هو الفيكسيد اسيد زي قلنا السلفوريك اسيد الفوسفوريك اسيد اللاكتك اسيد الكيتو اسيد دي فيكسيد اسيد يبقى ما تنفعش تطلع عن طريق اللانج انما بتطلع عن طريق الكني يبقى الكني يوظفتها تتخلص من الفيكسيد اسيد بس في وظيفة تانية الاوائل واتريستور الاكستاسيرور لويويد بوفر لانه لما 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 يتهب مفقى البوفر في الخطوة الاولى بيقال فغير انه تتخلص من فيكسيد اسيد دي اوحي دي واحده تريستور الاكستاسيرور لويويد بوفر زي ما اتنين ودي بتشتغل وتين اوارس تو ديس ما تسقالني مين اكثرهم اهمية انا علمتوكو اولاد ان في اي حاجة لما يسألك مين الاكثر اهمية في اي شيء القواعد جميلة جدا اللي بيرسيها العبد الله الأبطأ هو الأهم عملا بالمثل الإنجليزي سلولي بات شورلي يبحث عنديك البفر مش ثانية الأولي يقوله فراكشن وما ثانية الريسبريشن مينتز الكيدني أورس توديز من هو الأبطأ؟ الكيدنيس أورس توديز والكيدنيس بقى ما بتعمل حكتين؟ تتخلص بالفيكس الأسد وتريستور الأكسترا سيلور فليويد بافر ديكت النقاط الخمسة في مقدمة ولأهمية الموضوع اسمحوا لي نعيدهم تاني في عجالة لأننا عارف في ناس أول مرة ما سموش المقدمات اللي قلتها عن الهيدرون عن الأبريكان ولا كلمة هوميوستيزيس ولا الحاجات فتعالى نقولها مرة أخرى يا أولاد أول نقطة في الأسد بيز بالانس يعني أسد بيز بالانس يعني إن احنا نضبط الأسد بيز ستات هذه الكلمة المهمة عملها بلولة أصفر لو أحسن لهم يشوفوا الإنسان يبقى هي تساوي أسد بيز ستات 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 وحفظتها لأجيال بطريقة سالة أوعي تنساه أو بوينت أربعة صفار فور يبقى حلوة في الحدث أو بوينت زيرو 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 أربعة صفار فور ملي مول كر ليتر اللي ياته عادل فورتي نانو مول كر ليتر دي كانت أول نقطة في الخمسة أحب النظام أول طيب النقطة التالية قلنا عاوزين نعرف الأسد بيز ستات بتاع حضرتك أو بتاعة المريب بتاعنا فقلنا هنا فيه نقطة مهمين جدا النقطة الأولى إن إحنا العينة بناخدها إيه أولاد في حالة البي اتش أوعي تنسى بقى في الامس كيو أرتيريال بلند وفعتك ليه؟ لأن الفينيس بلند يختلف من تيشو لتيشو حسب الأكتيبيتي لكن الأرتيريال بلند سابت المقارنة أرتيريال ويوجد نوعان من العينات بناخدهم أرتيريال لا أكل بس عشان يطلع على كترة كويسية عينات البي اتش نمرة واحد وعينات البلاك جاسي نمرة اتنين لما يقولك روح حت لنا عينة اوعى ترجع له بفينيس بلند ترجع له بأرتيريال طيب قلنا بتقيس كم حاجة عشان تعرف الأسد بيز ستات للأوائل مش ثلاثة 2 out 3 كم ازاي فهمتك المعدد انه قولنا في سنة اولى ان الهايبروجين اين مين البريماري ديتورمان يلا قلوه انتم كاربون ديكسايد لان الهايب جمعين كونسنتريشن ديريالي ترجع لكاربون ديكسايد ان فيزيكا المزاب واللي يمثله هنا هو البرشور في كاربون ديكسايد لان الغازات المزابة بس بس هي ليها ضغط اللي في تحكي ماء موش داخل مادئة ضغط كاربون ديكسايد ويمثله هنا اهم الصوره ان كيميكال يمثله هنا مع ال كاربون ديكسايد الهاجرنعان يتناسب مع كرموداكسايد ان فيزيكال كارموداكسايد ان كيميكال يبقى مع باكارموداكسايد كياميكال فهذاك مفروض قد تقولي اس اثنين بس عشان تعرف هل هو اسيدوز غالكالوجس اس للهاجرنعان او البي اتش في الارتية البعض تبنوع الاسيدوز او الالكالوجي ستي اس لواحدة من اثنين طب ليه مش الاثنين قلت؟ لان هما اثنين بيزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض فاكفة لو قلت واحدة لقيتها زي ده بقريلي يبقى تانية زي ده لقيت واحدة لقيتها نعصة يبقى تانية او دي نعصة فشكيا قلنا 2 out of 3 للأوال نقطة الثالثة ايه اهمية الحقاظ على البي اتش انه كل البروتين بتعتمد على البي اتش وهو قلنا البروتين بعدها التانية ما حضروش معايا في قولة المحاضرات ما سمعوهاش كل الاكتف الاكتف بارت الجسمه هو البروتين انزيمز بروتين ريسيبتو بروتين الكاريير لما ترانسبورت موليكيلز بروتين التشانيلز بروتين الكنتراكتينج موليكيل بروتين يبقى دي نقطة الثالثة النقطة الرابعة السورسيجو هيدروجين يهمها بتاكله في الانجستد فود يهمها متابوليزي الكاربوهدريت لا يطلق الى فولاتي الأسد اللي هو كاربونيك أسد اتناشر الف عشر الف موليكيل بروتين تتخلص منه عن طريق اللعنس بينما البروتين والليبيد متابوليزم يطلق فكسفورس موليكيل بروتين وفكسفوريك أسد لان طبعا فيه سالفر كونتيني وفيه فوسفرس كونتيني وفيه كلمة في الليبيد فيه فوسفورس فوسفولييكيل يمكنت تخلص منه عن طريق الكيدني فيه لكتك أسد بيطلع فالكتك أسد بيطلع سيفير اكسرسايز وفيه كيتو أسد قلنا بسبب حر الفات في عدم موجود كاموهدريت بعد ذلك قلنا في نفس النقطة قلنا إعلقة الـ pH بالهادرون أين قلنا الـ pH تلك كلمات الـ negative log أو الكلمة وهدرون أين concentration ثاني كلمة وقلنا الـ negative log هذا ما فهمتك لما الـ pH يزيد الـ pH والعكس بالعكس نقطة الخامسة والأخيرة قلنا الـ أنت قلت لنا أن الجسم لا ينتج إلا أسدس وقلت لنا أن يوجد نوعان من الأسدس يابوراة تلك ما أسرع حاجة الـ chemical buffers ولكن للأواقل تكتب كلمة إيه؟ تتحرك الـ pH لا تمنع الـ pH إنما تحجب تقلل تقزم الـ pH لكن فيها ميزة أن تعمل في الـ pH أكتبہ حسنا نوعان من القلات من الأسدس لنا في الـ pH أي ميزة ، حسنا نوعان من القلات واحدة من القلات هو التنمية واحدة من القلات تم تسيق بس فتنساش الوقت اللي كيدني غير انها بتتخلص بالفيكس الاسد اللي هو دين اوارس تو ديز بتريستور الاكسراسير الفلويد بوفرس دي كانت المقدمة اولاد هنا بقى عندي الموضوع هنتصم بدوره الى تلت موضوعات لازم اتكلم على الكيميكال بوفرس واتكلم على رسباتيو سيستم واتكلم على كيدني وكل بيجي سؤال واحده فنبتدي بالكيدني كيميكال بوفرس وهنا عشقة مثل عشقي للنظام هنتكلم عليه في سبين بوينتس وانا عارف واعلم ان موضوع البي اتش ده بيتداخل مع الباي كيميستي عندنا يعني مفروض الزملاء الافاضل بتوع الباي كيميستي بيشرحوه ففرصة تسمعوا في الفيسيولوجي وفي الباي كيميستي عشان تفهمه تصعبوا كويس ومن اهم الموضوعها نقطة الاولى قلناها يعني كده ان الكيميكال بوفرس سابستانسيز ويش مينيمايز الجينجس اوف بي اتش دهو النقطة تب تاني نقطة لانها كل اللي بتعمله قلنا بتعمله بتعمله بتحول استرونج اسيد بعد ما اتحب بالبوفر نقطة الثانية من نقاط السابعة انها بتشتغل اكت وذين فراكشن اوبا ساكا نقطة الثالثة انه لازم البوفر سيستم يتكون من حكتين ياولاد لازم يتكون من ويك اسد حمض ضعيف وملحوه مع قاعدة قوية وايت صوت مع كونجو جبيس طالب قالي فاهمنا ليه لازم يتكون من حكتين يعني كل حاجة قلنا بناخدها بالتفكير هو انت ايه اللي ممكن يغير البي اتش الاسد والبيزس صح يبقى حاجتين اللي بيغير البي اتش وعليه تفتكر يبقى لازم البوفر اللي بي يحجم ويقلل طرف البي اتش كم من كم من حاجتين حاجة لمجابهة الاسد وحاجة لمجابهة البي اتش مش انت في حاجتين بس بيغيروا البي اتش يااسد يابيز يبقى لازم تجابههم بحاجتين الاسد توجه بسترونج بيز والبيز توجه بويك اسد طالب قالي بعد اذنك بعد اذنك انت قلت واحدة ويك واحدة سترونج يعني ليه قلت البيز نوجه بويك اسد بينما الاسد نوجه ببيس قوية انت عم فكر بهدوك بالفطرة ياولاي انا قيت حضرتك اهيه قلتلك انا اختار بين اتنين هخطتلك عليها يااسد يابيز طبعا انت ما نفسكش حط حاجة انما انا خيارتك بين يحط اسد يحط بيز فبالفطرة حضرتك تقول لي ايه لا حط بيز ليه ليه قلت كده لان البيز اضعف فالبيز لانها عموما في العموم اضعف احتاجت في مواجهتها الى ويك اسد لانها ضعيفة انما الاسد سترونج فاحتاج في مواجهته الى لانه سترونج سترونج بيز عش كده قلنا اي بفر سيستم بتكون حاجتين دي ايه البيز لمجابة البيز المحتج لها존ج الويك اسد وملحوه قاعدة قوية ليه قاعدة قوية لتجابه الاسد اسد القوية محتاج لقاعدة قوية يبقى اي بفر سيستم بتكون حاجتين تفهمت ليه لان حاجتين بغير رقاء وبيج يا اسد يا بيز فلازم عندي حاجتين يواجه الاسد والذي يحتاج الى البيز بينما البيز لانها ضعيفة لل PRIME يقول ماء marketplace وهذا مش بري Dids براس وملحوه مع قاعدة قوية لاتبقى دي ناس فاهمت نقطة الثالثة من نقاط السبعة في البافر يبقى ويك أسد والسولت مع كونجوك بيس نجي النقطة رابعة بقى اللي هي الهندرسون هسل بخ إكويجن اللي هي أشهر معادلة في البي اتش وبحب أحكي تاريخ يا أولاد عشان الزملاء والناس تبقى فاهمة واللي بنعمله بره بنعمله هنا الهندرسون هسل بخ إكويجن بعمالها اتنين هندرسون اللي هو قسمه لورنس جوزيف هندرسون في سنة 1908 وأكملها أكملها كارل ألبرت هسل بخ يعني هما اتنين هندرسون وهسل بخ اللي حطونا أهم معادلة البي اتش في العالم وبدأت في سنة 1908 أنا عاوز أحكي لكم إزاي هما حطوا المعادلة دي المعادلة بتقول اللي انت المفروض تعرفها بس ان البي اتش بتساوي البي كي اللي هي القونستان والبي اتش كي حتى بالألمانية كونستان بيكتبوها مش بالسي بالكي فبي كي زائد لوج كان كونستان بيكتبوها بس انت عارف بس انت عارف انا مش جاي اقرى معاك انا جاي نفهم تماما فتعال افهمك جابوا منين هذه المعادلة انا قلت يا اولاد تاني قلولي لا اكل ولا امل في موضوع خاصة بازيء الاهمية من الـ الـ الاجابة في كلمة واحدة من اهم حاجة بتحدد بتحدد الـ هادرون اين كاربون داكسايد طب تاني معلومة ليه؟ لان الـ هادرون اين كونسنتريشان بيتناسب مع الكاربون داكسايد ان فيزيكال او الكاربون داكسايد ان كيميكال وكلم يمثل كاربون داكسايد ان فيزيكال اللي هو غدا من الكاربون داكسايد او الكاربون داكسايد لان الفيزيكال هو اللاه فيزيكال واهم صورة كيميكال هي الـ بايكاربونيد طب يبقى هذه معادلة الـ هادرون اين تبقى معادلة الـ حولث احنا قلنا اولا علاقة بين الـ وتالى كلمة الـ تبقى الـ نرجي لأول كلمة ثانية كلمة كERE الطبال لغرات بالحشpping للأسو以 6 البيض بالقناة لهما يوجد الوزم هي الكاربونك كاربونيك أسد. خلاص ده الفيزيكا المزاهب لما بيدوب السيو 2 بيدي كاربونيك أسد. طب والاتحاد الكيمائي اللي هو السولت بتاعه أهم حاجة الباي كاربونيت. يبقى إذاً البي اتش دائريكي بروبورشن تو دي نيجاتي بلوك. البيس تن للهاتروان كونسانتريشي. اللي هو كان بيتنسب معي مع السيو 2 فيزيكا لما بيدوب السيو 2 بيدي كاربونيك أسد. والسيو 2 إن كيميكا اللي هم أهم حاجة سولت اللي هو الباي كاربونيت. اهو كاربونيك أسد على الباي كاربونيت. طب لو حضرتك حبيت تقول لي دائريكي بروبورشنال مش للنجاتي بلوك. بلاس لوج الباستن. يبقى استقلب لي ده. يبقى هذا ما يبقى أسد على سولت. يبقى سولت على أسد. طب لو حضرتك حبيت تقول لي تساوي البي ايبشي لا تتناسب معنى ما تساوي. يبقى حضرتك لازم تحط كاربونيت. يسموه البي كي. البي كي. تمام. فالبي كي يبقى بلاس. اللي هو الباست بلوك بتاع البايستن. السولت على الأسد. طب. في نقطة مهمة جدا هؤلاء. البي كي يبقى حمض ضعيف. والملح مع قعدة قوية بمتساويين. ودي حاجة بالفطرة. مش احنا قلنا الباستن. مبارعا. حمض ضعيف. والملح مع قعدة قوية. ما ينفعش لي كمية كبيرة قوية من حمض ضعيف. وكمية صغيرة من المالح. او كمية كبيرة من المالح. يجب ان البنين. التو كمبوننت متساويين. طب ما في هذه الحالة اولاد. لو التو كمبوننت متساويين. السولت. الحمض الضعيف. اللي هو الأسد. وملحوه السولت. مع قعدة قوية قد بعض. اللي هو ما التو كمبوننت. يبقى في الحالة دي. لما يبقى ده قد ده. يبقى ريشي ما بينهم كام واحد. ده قد ده. الباست قد المقام. يبقى ريشي واحد. طب. لغارة مواحد بكم. بسفر يبقى في الحالة دي اولاد. ه البي كي يساوي. البي اتش. لان البي اتش. بتساوي. زائد. لغارة مع اجرة. صدما عليها. V lavoro. ما يقول الده. لما يبقى السولت خرج لالآسد. وما يporca sols ادى لاي Centre. ومیں ب conjugate. يبقى ده يبقى ده بسفر. لان لغارة مواحد لغارة مواحد بسفر. يبقى في الحالة دي. البي اتش تساوي البي كي. بمعنى الاخر واحد يقول ولى ف كم الإيمنا ح Islamic rejoка. يعني امتا البوفر سيستم يبقى هاي افشيانت لما نطلب منه يزبط PH مساوية XPK لما نقوله يزبط PH يساوي PK بتاعه لان في الحالة دي قلنا امتا الPH هيبقى قدى الPK لما هيبقى الTO COMPONENTS أدى بعض الصولتس أدى الأسل فلما يبقى قدى بعض هيبقى الراشيو اللوج بتاع واحد بسفر انا كممكن اقول عادي زي بقيت الزملاء الPH تساوي PK زائد لغارت من البستين الصولتس على الأسل انا عمري انا عملت كده ولا هعمل كده انا عاوز الناس فهمه تماما يبقى ثانيا اولاد الهادرون اين من البرائمار هي الكاربون داكسايد طب تالي جملة كاربون داكسايد ان فيزيكال او كاربون داكسايد ان كيميكال تالي جملة قلنا الكاربون داكسايد ان فيزيكال رما بيدي كاربونيك اسد والكيميكال اهم الصورة لها المساربين طب ما هي علاقة الـ PH بالهادرون اين تالك كلمات قلنا الـ PH ضائل يبقى نيجاتيب لوج البيس تن بتاع الهدروان كونسانتريشن اللي هو الاسد اللي هو الكربونيك اسد عالسولت اللي هو البيكاربونيت طب لو حبيب بقى نعمل تعديلين على المعادلة دي بدل نيجاتيب عاوزين نخليها باستيب لوج باستيب لوج يبقى تقلب لي بدل ما يبقى اسد على سولت تبقى سولت على اسد تاني تعديل بدل ما تقول بروبورشن على استخدته يساوي يبقى في قزيل حالة لازه تحطه كونسانت اللي هو البيكيه هي دي بقى الهندروس العسل بقى بتقول البي اتش يساوي البي اتش يساوي البي اتش اهو يساوي البي كيه زائد لوج بوست لوج بوست لوج البيستن للسولتس على الاسد قلت هنجلها عشان لما جاش راح هتبقى فاهمها امتى البوفر سيستيب يبقى هايلي افيشن لما يبقى توقوننت قد بعض يبقى في الحالة دي لازم البي اتش يساوي البي كي يعني عكستها لما نطلب من بفر يزبط بي اتش مساوية البي كي يبقى هاي ليه لان عشان البي اتش يساوي البي كي لازم الكمية دي تبقى سفر طب عشان الكمية دي يبقى سفر يبقى لازم الاسد فيبقى ريشي وان هو طب ما هو لما يبقى اتش يبقى البفر سيستم احلى ممكن طيب نستقرف هاي ودد نيجي النقطة اللي بعد كده اللي يقولناها الافكتفنس اف اني بفر سيستم ديبنز على ايه على حاجتين النقطة اللي الخامسة كلما البفر سيستم بقى كميته كبيرة بقى كويس افش لكن بفر سيستم فيه منه كمية صغيرة بقى ليه دي مش عاوزة شرح دي بالفترة كمية البفر تبقى كتيريا بقى افش مين اللي عاوزة شرح لو طلب منه قلنا بيبقى مست افكتف لو طلب منه انه يزبط بي اتش مساوية الاتس بي كي لان في الحالة ليه هيبقى التو كومفورنس قد بعض فالريش يبقى اون لوج وان بسفر تعاني شوف مين هما المين بوفر سيستم في الجسم عندي ثري ميجور بوفر في الجسم تنمسهم الثلاثة وحتى وطيفة ان الثالثة وهي البروتين تنقسم ثلاثة يعني احب النظام اوي ثلاثة ونمى ثلاثة بنقسم ثلاثة اول بوفر سيستم عندي اللي هو البيكاربوني بوفر سيستم قولي ايه ايه عيب البيكاربوني بوفر سيستم عيبه حاجتين ان كميته قليلة جدا مش قولنا ان 22-26 لو كنت فاكر البيكاربوني كاب 22-26 يبقى متوسط 24 ميلي مول بير ليتر طب تاني عيب ان البيكي بتاعته 6.1 الكنسام بتاعه 6.1 بينما البي اتش المراد زبطها في الجسم كامل البي اتش بتاعت حضرتك كامل 7.4 يبقى اذا البيكي بتاعت البيكاربونيت بعيدة عن البي اتش بتاعت الجسم المراد تقول البيكاربونيت اضبط لي البي اتش عن 7.4 بينما البيكي بتاعته بعيدة كل البعد عن 7.4 6.2 يبقى ده معنى ايه؟ معنى ان وقلنا دي حاجة تقل من كفاءة البوفر انما الابانتج بتاعت البيكاربونيت بوفر سيستم ان البيكاربونيت بوفر سيستم في البيك أسد البيك أسد بتاعه هو كربونيك أسد والمالكه مع قاعدة قوية هي اهي هنا البيت اسد هو الكربونيك اسد والملحة مع قاعدة قوية اللي هو بيبقى سوديوم باي كاربونيت اهي هوري هذا كي مكتوب ادي التو كومبوننس طوال بافر سيستم الحمض الضعيف كاربونيك اسد اهو والملحة مع قاعدة قوية هالسوديوم باي كاربونيت فالميزة ان التو كومبوننس دول كانت اهواتيا باي 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 stick وأريد الوقت في ثانية وممك اغعرمك الكاربونيك اسد ده بسؤولة شديدة هدقولي ازذاي حدو flight. لو عملت ديت هيبرو انتليشن�شن السي اتغوية لتشوف الملحة طب لو عملت بالعكسjon�شن الليل احتو Hui merci كاربونيك أسد يحصل له كاربونيك أسد والصوديوم بيكربلات ممكن اضبطها بالكيدني كما نرى دلوقتي حالة ممكن تكالية تريق أبزور صوديوم بيكربلات فتزوده او تأكسكريد صوديوم بيكربلات فتقلله يبقى ميزة بيكربلات بوفر سيستم هذه الحمض الضعيف كاربونيك أسد وهذه القاعدة القوية المنحوه مع قاعدة قوية السوديوم بيكربلات دون مريد ليس في بيكربلات سيفكش كما نرى شيئا سوديوم ضاي هادريومفوسفيت يسمىوه سوديوم اسيد فوسفيت لان فيه واحد سوديوم واثنين هادريوم فوسفيت والمالح مع قارة قوية يبقى اثنين سوديوم واحده هادريوم يبقى داي سوديوم هادريوم فوسفيت واحد يقولي طب اكتبها لدينا عشان قاطر يشوفها اكتبها لكم برضو تبقى طف هذا هو الحمط و هذا هو الملح مع القاعدة القوية هذا هو الفوسفيت بوفر سيستم يبقى هنا ممكن تنطقه سوديوم دايهاديوم فوسفيت سوديوم دايهاديوم فوسفيت على داي سوديوم هادروجين فوسفيت لما يبقى فيه و اتنين هادروجين واحدة سوديوم يبقى ده حامضي يبقى ده الحمط ضعيف حتى ينتقل طرقتين يا سوديوم دايهاديجين يا سوديوم أسيد فوسفيت على بالعكس داي سوديوم هادروجين فوسفيت يبقى سوديوم الكلين فوسفيت لانه فيه اتنين سوديوم واحدة هادر ده الفوسفيت بوفر سيستم ايه عيبه بقى الامونت اذا كنت بتقول على البيكر ميت قولي يبقى انها كانت كام كات 24 ملي مول في كل لتر دي بقى الامونت قولي يبقى جدا 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 لانها واحد ملي مول في لتر مش حتى 24 تا بيستقل 24 هنا الي يقول لنا من 22 ستا عشرين هنا واحد عليه اندي ت inputs كفيد تانى في الفوسفيت بوفر سيستم في في بحتي week في الباب الخضول وهو في الكي Sov Exposen وفي الإنترا سيلور لان 1500 Tools يبقى هو قولي pallis عبالة في العرب David ومعادة في الى ENTRA CELLOR discontin مقارنة بهنا 6.1 هنا 6.8 يعني قريبة من 7.4 أقرب كتير ل7.4 البي اتش بتاعتنا 7.4 هو البي كي بتاعته قريبة مقارنة بالبي كاربونيت البي كاربونيت 6.1 بعيدة كل البعد عن 7.4 إنما طبعا 6.8 6.8 أقرب لل7.4 نحن لديها البي كاربونيت 4.2 بفر سيستيمة إليه البروتين أهم الميزة فيه؟ إنه المستبلين مصرى البي لأن معظم الجسم بروتين عندي ثلاثة نواع هنا في بلازما بروتين فاكرة كبفر 7 جرام في كل 100 سنتي بلازما بروتين وقلت إزارة كبفر ان البلازما بروتين كانت موجودة كميائيا في الصورة دي بروتينيك أسيد دالويك أسيد والملح مع قاعدة قوية القاعدة المتاحة برا الخلايا في البلازما هي السوديوم يبقى سوديوم بروتينيت سوديوم بروتينيت اهلا اذا عاوز تتفرج عليها بروتينيك أسيد ده الصورة الكيميائية اللي موجودة عليها ده الحمض الضعيف على السوالت مع قاعدة قوية اللي هو السوديوم بروتينيت قلناها في سنقول للناس اللي هما سمعوا المخاضرات أو يرجعوا مخاضرات البلاد موجودة على اليوتيوب يبقى ده البلازما بروتين احسن منها الهموغلبين وقلنا الهموغلبين بردو لو رجعتها مخاضرات سنقول لها فن الحمض الضعيف هيموغلبينيك أسد وفين المالح مع قاعدة قوية هيموغلبين جوه الخلايا جوه الخلايا القاعدة المتاحة ليس سوديوم فيبقى المالح مع قاعدة قوية هو هيموغلبينيت يبقى هنا هيموغلبينيك أسد يبقى هنا هذا الأسد الضعيف هيموغلبينيك أسد والمالح مع قاعدة قوية يبقى هيموغلبينيك أسد هنا هيموغلبينيك أسد قد كتبها لأن تصور نحن في أولى بس أنا أعرف ناس هنا الحمض الضعيف هو هيموغلبينيك أسد وجوه معه بقى جوه الخلافي البوتاسيوم وكنا قلنا اولاد انه الهيموغلبين في المحاضرات البلونت اقوى من البلازما فوتين ست مرات وذلك يُعزى للسبابين لانه كميته اكتر انت عندك البلازما فوتين سبع جرام في كل ميت سانتي انما الهيموغلبين اربعتاشر في الفيميل اللي هو الضعف وفي الميل ستاشر جرام في كل ميت سانتي نمرة اثنين يبقى الكمية اكتر بس اكتر بالضعف بس انت بتقول انه اقوى ست مرات هي مش بس الكمية والكواليتي معتبرة محترمة ان كل موليكل فيه 38 هستيدين ريزيديو ممكن يعمله بافريا يبقى الهيموغلبين يتفوق على البلازما فوتين كما هو الضعف وكيفا بسبب الهستيدين ريزيديو وشوفنا ازاي نوا كان بيبافر الكارمون دايكسايد في قصة الكولوران شيفت في نومنا نجي بقى ده موست بلينتفول بروتين في جسمك هو الانترا سيلور بروتين خلاص ده اكتر حاجة جوا جسمك ومعها طبعا ارغانيك فوسفيت بس خلينا نتكلم عن بروتين الانترا سيلور بروتين كل السيلس جواها فيه بروتين طيب ايه عبها الوحيد لطالب زاكي ان انت وانت بتقول الاسب بيزي ستيد طالب بيقولي وانت بتقول الاسب بيزي ستيد ده انت بتعني بيه الاسب بيزي ستيد انترا طالب قال لي طب ويعني ما الهيدروجين اين يدخل له جوا عشان يتعادل اه يا حبيبي عشان يدخل له جوا عشان يتعادل ده هياخد اورس يبقى هو الموست بلينتفول محدش قال حاجة بس تعيبوا ان عشان الهيدروجين اين تدخل له جوا اهيه الديس ادفانتج هتاخد اورس ده مش كده بس في مصيبة تانية كل هيدروجين بوستف هيدخل هيخرج عوضا عنه بوتاسيوم او كالسيوم يبقى انت بتديبليت الخلايا من بوتاسيوم والبونز بتعمله ديبليشان فروم كالسيوم ماذا هي تعيب انتسيريور بروتيني اه هي الموست بلينتفول كميات بالهابل انتسيريور بوفر لانها موست بلينتفول ويضع عبابين خطيرين اولا ان انت بتزمط الإكسترا وهي موجودة انتر حتى تدخل هذا الهيدروجين ساعد لانا ما تحدده décidé لان الاول لان انتسيريور بيش فارم يقول لك هيدروجين طب هتدخل بوستل بأس تتخرك بوستل هتدخل بوتاسيوم هتدخل هاجن يبقى هتتخرك بوتاسيوم او كالسيوم يبقى انت بدبليت الخلام من بوتاسيوم وبدبليت البون من الكالسيوم النقطة السابعة وهي الايزوهيدريك برانسبيلز معناها اي اولاد؟ احنا قلنا عندنا ثلاثة بافر سيستم بايكاربونيت وفوسفيت وبروتين حقيقة الامر اول بافر سيستم بيتصدى للأسد مثلا هو بايكاربونيت فيحول اللاكتك أسد الى كاربونيك أسد سوديوم بايكاربونيت زائد لكتك أسد يديني سوديوم لكتيت وكاربونيك أسد الكاربونيك أسد اللي ناتج هنا ده يتعادل بال أولاد، دايسوديوم عاديوم فوسفيت عشان يدي سوديوم أسد فوسفيت اللي هو ستيل الأضعف اللي يرجع يتعادل بال سوديوم بروتينيت لو كنت متكلم عن البلزم أو بوتاسيوم بروتينيت لو كنت متكلم على اللي همومجلبينية يدينك الشتيل وكر أسد يعني حقيقة الأمر اولاد ما بتكون عندنا أسد مش يتصدى لي بفر من الثلاثة والاثنين تانين يتفرجوا لأ أول واحد هو البايكرونيت يحول السترونج أسد وليكن وليكن لكتيك أسد اللي حمده أضعه اللي هو الكربونيك هذا الكربونيك أسد اللي هو نتج من الأولاني ده يتعادل بالبفر التاني عشان يدى استيل ويكر أسد اللي هو السوديوم أسد موζفين اللي يتعادل بالبروتين عشان يدي استيل ويكر أسد اللي هو البروتينيك أسد في حالة البلازمهاتين او يونغوليونيك أسد في حالة ال لينقرب حقيقة الامر هي ان التالاتة بفر سهموا في اعمالية ال بفر حقيقة الامر هي أن الهverted responseية توزعت تلاتة curse حقيقة الامر ان الـ buffer systems buffer each other يعني الاسد اللي نتج من البفر الاولاني اتعادل بالبفر التاني والاسد اللي نتج من البفر التاني اتعادل بالبفر التالي يبقى الـ buffer system buffer each other ازاي؟ by shifting of hydrogen بانتقال الهدرون من بفر الكربونيك الى السوليوم أسد لما اثنين الى البروتانيك أسد لما ثلاثة فسموها ايزو هيدريك برينسبل ايزو يعني متساوي يعني بتالكم في اللغة يعني الهدرون اين توزع بالتساوي بين الثلاثين ليه مش بفر سيستم بيتصدى والبقين يتفرادوا اول واحد اللي هو البي كربونيت هيحول لك اي اسد لحمضة اضعف يصبح الأسد لذي أسود البغطات HORAS ليصبح المنور الهدرون بفر الكورك Lettle كانت التالي 있으كل هذا فصتغل في طريق البغطات اللي السولي Але تبركت لقصيد الكوركورك لبقائم وطلائم قرارات الكوركوركوركس تفاوا الثلاثين عليهم الباثير سيكون أن تخطروا ايضاً أحدهم لفضيل هذه الأسئلة من أحدهم من أحدهم لفضيلة الوظائية بعد أحدهم فسموها واحد من أشهر أسئلة إيزوهيدريك ده كان الجدس الأصعب إليه كيميكال بوفر زي أولاد في موضوع البياتش واللي بتاخدوه بردو في البايا كيميستي بس أنا بحب أقوله بالنظام جامد قوي فهقوله ثاني يا أولاد في سبع نقاط سبع نقاط لو كتبتهم هتاخد الفول مارك. تعال نقول لهم في عجالة تانية وعد معايا كده. تقدر صوابعك وعد معايا. كل نقطة بنمر من السبعة. ان الكيميكال بوفرز اول نقطة في السبعة بتقلص لانها ما بتلقيش الاسد بتحوله الى ويكا اسد. تاني نقطة انها بتشتغل تاني نقطة ان البوفر سيستم لابد ان يتكون من حمض ضعيف ويكا اسد ويكا اسد لمجابهة البيزيس ويكا اسد لمجابهة البيزيس ولازم يبقى سترونج بيز لمجابهة الاسد. نقطة الرابعة الهندرسون هسلباخ اكويجا مش هتكون جات منان انا فهم انتهى لك. انما انت كتبها عطول. تاني نقطة الرابعة. نقطة الخامسة. بتعتمد على ايه. قلنا تعتمد على شيء ايه. كفاءة اي بوفر بتعتمد على حاجتين. طبعا. الاماونت اوف بوفر. وبعدين ان لما البي كي يبقى مستفكتب لما البي كي يبقى مساوي البي اتش المراد. زبطها. وفهمتها لكم ليه؟ لانه امتى هيبقى البي كي يبقى مساوي البي اتش. لو كانت تو كومبورنس لزا بوفر متسويين. فيبقى الريشيو بينهم واحد. فيبقى لو غريب واحد بسفر يبقى في الحالة دي البي اتش تساوي بي كي. فالبوفر سيس يبقى حسب الاماونت وحسب البي كي بتاعتها. احسن ما يمكن اللي ما حصلناش عليها بالظبط. لو كان البي كي تساوي البي اتش بالظبط. النقطة اللي بعد كده فيه كان بوفر سيستم في جيس بثلاثة واخر واحد بينقاص بها ثلاثة. فيه البي كاربونيت والفوسفيت والبروتين. فازوا معي. باي كاربونيت وفوسفيت وبروتين. والبروتين ثلاثة نواع. يا بلازما بروتين. يا احسن منه هيموجلومين سيكستايم مور. احسن واحسن هو الانترا سير بروتين. وفي كل واحد يازم تقول لي. الادفانتج والديس ادفانتج. فمسلا في البي كاربونيت الديس ادفانتج قليل. اربعة وشرين ملي مول برليتر. والبي كي بتاعته بعيدة كل البعد عن البي اتش بوينت وان بس مستو ان الكاربونيك اسد والبي كاربونيت اتنين كان بي ريوليت بايدا بادي. اللونج بتتحكم في الكاربونيك اسد هو البي كاربونيك اسد والكيني بتتحكم في الباي كاربونيت. الفوسفيت العيوبو انوستيل اقل اربعة وشرين مولاي. طب ده واحد. ما عاده في الانترا سيلر. الفوسفيت كتير انترا سيلر. اللي هو المكان الغلط. وفي الطيولة والفليود. بس في ميزة. البي كي بتاعته اقرب للبي اتش. سيكس بوينت ايت. نيجي بقى الموست بلينتفول هم مين. البروتين يا ولاد. الموست بلينتفول هو البروتين بوفرس. اللي هم بلازما بروتينز. واحسن منها اللي مجرد. ست مرات البوفرين بوروف بلازما بروتينز. سؤال لي مسكيو. لسببين. كميته الضعف. ده الكوانتر. والكيف احسن. عنده كل. موليكيل فيه ثمانية وثلاثين هسترين ريزيدو يشتغلوا كبوفرس. طب نيجي بقى الانترا سيلر بروتين. ايه ده. ده الموست بلينتفول ده الادفانتج. الباكب. بس عيبها انها انترا سيلر مش اكسرا. حم نتكلم اكسرا وهي انترا. عشان ندخل لها بالهادرين جوه. وعدي السيل منبر من الهادرين عشان يتعادل بالبروتين اللي جوه. هحتاج اوارس من البرميابيل تقليل. ويبقى هو عيبها انها سلو. ونما اتنين كل بوستب هيدخل هيطلع قصاده ايم بوستب. بوتاسيوم من الخلاة يبقى تدبليت الخلاة من بوتاسيوم. كالسام من البون يبقى تدبليت البون من الكالسام. وبعد اخر نقطة اللي هي الايزوهيدريك فرينسبي. ايزوهيدريك يعني الهادرين يتوزع بالتساوي. ايزوهيدريك متساوي. يقول البرميابيل ، يرففلهم من الفور الق organ من الحمض الثاني. bundle يعاني في النازل الأ þهي يحوّل الحمض الناتج من البفور الأولني الى حمض أضعف وم trabalhدي في الحمض الثانيfern. الناتج من البفر التاني لستيل اضعف. يبقى البفر سيستم بفر ايش ادرس بيشيفتنجو في هيدرون اين فر وان بفر تو ادرس. ده يولاد اللي هو الكيميكا البفر اللي هو الجزء الاصعب في موضوعنا النحوان. ننتقل بقى الاجزاء الاسهل شوان. ريسپيراتوري كنترول. انت قبل ما تعرف ريسپيراتوري كنترول دي هتقوم بها لفترة ريسپيراتوري كنترول. اول نقطة ان اريد كنترول البلد بي سيو تو. ان انا عملت هيبرفنكليشن سيو تو هو هيف بها. حسن قالت هي scandalo لفترة السيو تو هو يزد. يبقى هي بالچرة بالشراء CY2 هادروان أسهل بالكنترول تفتح هدانك الولاطايل الولاطايل الكاربونيك اسد نقطة في الثلاثة ثاني نقطة الميكانيزم الهادروان تستميلات الريسبريشن عندنا بريفرال كيموليسيبتور موجودة في المضلة وضنجات هي تستميلات أيهمة وفاهمين لماذا؟ يرجع محاضراتي في سنة أولى أنها تستميلات لأنها لا تتحديش الريفرال كيموليسيبتور فاقر تتنفس أكثر نقص الريفرال كيموليسيبتور نقوم بتقيم النقطة الثالثة الأخيرة يقولنا انها تتحكم في البلاطاي أسد وانها تشتغل عن طيب بفا كينو سيبتالي نقطة في الثلاثة وانه نتخيمها بقى انها بترجع الهادرين عين 2 ثيرز إلى نوربا يعني ما بترجعوش تماما زي ما كان لنوربا بتصلحوا تلتين تصليح وده within minutes زي ما قلنا 1-12 minutes نحن قلنا الكيميكال بفا كفراكشل واساكا وانما هنا 1-12 minutes طيب تاني نقطة في التقييم ان الريسفريشن لوحدها تعادل كل الكيميكال بفا رج مجتمعين 1-2 times يعني قوتها قد الكيميكال بفا رج مو كلهم التاتة والتالتة اللي كانوا منقصوا التاتة يا مرة يا إما الضعف الكيميكال بفا رج. طيب إيه اللي خلاها بترجع لتلتين بس وقال لك عندها مو licence لماذا تدخل معايا لما هي تتخلص من الريسفريشن سيقل 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 غزبا عني لأن نقص نقص سيمنع سيمنع سيقف ثلاثتين المسافة لا تستطيع تطلع كل العوج في نفس الوقت تحتى تحت ضغط سيقف وإحنا أهم استيملس الريسبريشن ارجاع محاضرات الريسبريشن لما قلت ربنا خلق أساسا في محاضرات الريسبريشن فعش كده هي متئابلت يا أولاد ده التقييم بتاع بعض الجامعات بيحب تقول له التقييم بالأرقام وقيمتها دي ما لاش قيمة اوي بس اقولها في عجالة عشان ناس تفهمها. فانا فرضت انه عشر موليكلز اتسي ال اول حد يتصدى ليهم مين الكيميكال بافر اللي هو البيكاربونيت بافر اللي هو طبعا السوديوم بايكاربونيت. نفرض احنا قلنا كانوا من 22 ل 26 فانا خدت الرقم 26. يبقى تكون عندي عشر موليكل الاتسي ال تصدى ليهم الكميكال بافر اللي هي 26 سوديوم بايكاربونيت. كم المعادلة. يبقى تدي عشرة سوديوم كولورايت. عشرة سوديوم كولورايت. وعشرة كاربونيك اسد. ويبقى من 26 16. حتى لو جمعت كده الموليكل هتلاقي دول عدادهم 36. ودول عشرة وعشرة طبق الكلام ده على الهندرسون اسلباخ كويش. هندرسون اسلباخ بتقول ايه? البي اتش يساوي البي كي بتاع بتاع البي كاربونيت بافر سيستم كان كام 6.1. بوزيتيف لوج. البي كاربونيت كنا قلنا دلوقتي كانت 26 نقص نقص البي كاربونيت 10. ناقص 10. والكاربونيك اسد كان 1.3 زياد الكاربونيك اسد نتجه هو 10 زيادة. البي كاربونيك اسد نتجه هو 10 زيادة. البي كاربونيك اسد تحول العشرة كاربونيك. يبقى 1.3 بلاس 10. يبقى البي اتش يساوي 6.1 لوج. 6 مقطا 10 بلاست 1000 نقص البي كاربونيك. إذا входى البي كاربونيك اسد رجم 8 رجم 930 بلاس 10 سلو مقطا 16. البي كاربونيك علام 10 دولة. اليوم التوجيه هو 10 أكثر من السلو مقطا 16. لأن الس lump jakini 10 المقطا 1 متش يساوي 10 سلو مقطا 17. ونتجه هو 10 قاربونيك بلاس 10 صح Erfahrung. يبقى البيكارمينيت نقل 16 والكربونيك أسيد زاد 10 يبقى 6.1 بوستفلوج 16 على 1.3 زاد 10 تبقى 11.3 احسابها ارجع لجدوى اللغة مات تطلع البي اتش 6.25 لان احنا قلنا رحاية ممكنة لحد فاكر الرقم 6.8 دي بقى اوطى من 6.8 لو انا ريسبريشان شغال ريسبريشان بتشل العشرة دول كربونيك أسيد دول بتشله يبقى حط المعادلة بقى يبقى 26 نقص 10 16 هاي ودول تشاله يبقى على 1.3 لما تقولي البي كي تساوي 6.1 بوستفلوج 16 مش على 13.15 ان دول تشاله على 1.3 تبقى البي اتش 7.3 بقى البي اتش 7.3 لان ريسبريشان بتخلص من البولاطاي الكربونيك أسيد لو العشرة دول سبتهم ريسبريشان ما خلصتش منهم والبفر بس اللي اشتغل لوحده كان النتيجة هيبقى البي اتش بدل من 7.4 6.25 مو متر لما نشيلي العشرة دول ونرجع نحسب الحزبة ثاني لان ش ... شارتهم الريسبريشان الكربونيك أسيد هلاقي المعادلة بقت 7.3 ده لبعض الجامعات اللي عاوزين يعرفوها جات ازاي يبقى ده السؤال التاني فيه تلك كلمات عش كده غالبا ما بيجيش لانه هيبقى سهل قوي انه بيكنترول الفولاتيل أسد اللي هو البريشور في كاربوداكسايد النقطة الثانية عن طريق البريفرال كيموريسبتور وفهمين ليه؟ ان الهيدر اين لا يعديش البرابرين بارير لا يشتغلش على السنتر والأفكتيفنس النقطة الثالثة تشحف ثلاث نقاط انه بيرجع الهيدر اين يبقى ثلاث نقطة ثلاثة يبقى اول حاجة بيكنترول البيسي اوتول هو الفولاتيل أسد البيسي اوتول الاستخدام انه يستطيع التحديد التحديد فى هذه النقطة يبقى ثلاثة نقطة ثلاثة نقطة بعد الهيدر اين ثلاثة نقطة ثلاثة نقطة فى هذه أول نقطة قوته تعادل قوة الكيميكال بفهمين واحدة ال باعث Plan ثلاثة نقطة ثلاثة ستنقص تجد الأسماع الكاربوداكسايد انت تستخدم الكاربوداكسايد واتناقص كرو بكاربونيك اسد من ناحية وتتوقف الهيئة ولكن لحظة التو Zero لأنم يتمكسه 10 من السودين بنباي كاربونيك اسد ويزود الكربونيك أسد 10 نتيجة المعادلة 6.25 لكن لو العشرة دول بقى شلتهم كمان برسبريشن مش تحولوا الكربونيك أسد وقعدوا وسبناهم شلناهم برسبريشن بقى المعادلة 16 على 1.3 بدل 11.3 البي اتش هتبقى 7.3 تبقى كومباتابول نتقل للأهم وهو رينالكنترول رينالكنترول هذا هو الأبطأ هو الأقوى عندما يقولك مين أهم فيه شوف الأبطأ رينالكنترول هذا هو الأبطأ لأنه يرجع البي اتش هنا مش تلتين المسافة افتحوا إدنك باكتو نورمال وثنين 12 إلى 14 أورس 12 إلى 14 أورس و تعالى بقى نتكلم على الميكانيزم بتاعه نديسكاس يبقى بردو رينالكنترول هتشحى في ثلاث نقاط هي القبى نتكلم على الميكانيزم بالتأحوا في الغدو رينالكنترول وتعالى بقى نورمال و ضمن ارتمك 12 إلى 14 أورس حتى فقد تسهل وأساعدك في الأعداد يبقى ببردو رينالكنترول وعلى 1 إلى 12 ديئة الكلام 12-14 دقيقة الأولية كانت تحت 1 ثانية ثانية كانت من 1-12 دقيقة ثانية كانت من 1-12 دقيقة الأولية كانت تحت 1 دقيقة 1-12 دقيقة ستبقى 12-14 دقيقة كل شيء يساعدك ذات حفاظها ونبهك ذات الحفاظ يبقى أول نقطة وقلنا تكلمنا عن ريس فيشن في كم نقطة ثلاثة والثالثة فيها ثلاثة الرئة ثلاثة برضو والثالثة فيها ثلاثة برضو يعني حاجة لطيفة بيسموها من تلسات التهيؤ الزهني يبقى هنا دي الموست بارفور بترجع البي اتش مش تلتي المسافة باكتو نورمال بس بعد 12-14 ساعة والميكانيزم هندسكاست في 3 حاجات تعال فرنا نشوفنا مع بعض نشوفنا مع بعض بص راسبة دي إذا ما في امتهاش مع العبد الله عمرك ما انت فاهمها يعني عشان نقولها كده بالبساطة شديدة تركيز مطلق ما هي وظيفة الكيدنز احنا قلنا الكيدنز تعمل حاجتين في جسد لا ينتج سوى أحماط فمطلوب من الكلية تتخلص من الهيدروجين تربي الهيدروجين وتزود السوديون بايكاربريكو والالكايزير تتخلص من الهيدروجين تتخلص من الهيدروجين هل تخلص من الهيدروجين تتخلص من الهيدروجين وتزوج البفر اللي هو الالكالي ريزير بالوصولي ما كاليوت في البلان. تعاني شو بازاي بتعملها بقى. عارف المثل اللي يقولك ضرب عصفوريني بحجر واحد. اهو ده اللي عمليته بكله. ادي السيل ده تيوبلار سيل. تحصل فيها ابسط معادلة في الجسم. ليه ايه؟ بمساعدة الكربونيك انهيدريز انزاين. ابسط تفاعل يديني كربونيك اسد. اللي هيبقى ديسوشيتد لهادروجين. وباي كربونيت. الهادروجين ده هيبقى سيكرييتد في اليورين. اهو. والباي كربونيت ده. هندخله للبلد. ولما هنطلع الهادروجين هنطلعه عوضا عن سوديوم. وناخد عوضا عنه سوديوم. فيتكون سوديوم باي كربونيت. يا خبر. يعني في معادلة واحدة حققت الكيلية الشيئية. ارامت الهادروجين في اليورين. وكونت سوديوم باي كربونيت بفر. باي كربونيت بفر. الكاليزير في الدم. في معطفة معدلة في القسم. ووتر بلاس كاربونيك سايد. في السل. في التيوبالر سل. يديني بمساعدة كربونيك عن هادريس. يدي كاربونيك اسف. اللي هيبقى ديسوشيتد الهادروجين وباي كربونيت. هنسكريت الهادروجين. ان اكشانج والسوديوم. يبقى تخلفتها من هادروجين. هذا السوديوم اللي خدناه مع بقية الباي كربونيت. يديني سوديوم باي كربونيت. اللي هو. باي كربونيت بفر سيستم ذات في الدم. يبقى اخلصتنا من هادروجين في اليورين. في نفس المعادلة. وزودنا البفر اللي هو السوديوم باي كربونيت بفر في البلاد. في معادلة واحدة. فتهللت الكالية فارحة. مبسوطة جدا. بمعادلة واحدة عملت الاثنين. سؤال. احنا السوديوم ده. اللي هنتبادله مع الهادروجين هنجيبه منين. ما انا قلت لك النقطة الثالثة من قسم ثلاثة. فيه تلاث مركبات اساسية في اليورين بتدينا هذا السوديوم. اللي هنتبادله مع الهادروجين. عشان نكون سوديوم باي كربونيت. بنتبادله. بنتبادل الهادروجين مع السوديوم بتاع السوديوم. بيكربونيت نتحركها ومع السوديوم. داي سوديوم هايدروجين، داي سوديوم هادروم فوسفاتen فيه اكثر صحة د orchestرة يسمونه السوديوم الكالينونفوسوفيت فيها. ياسمين. ليس بدون مرة السوديوم هايدروجين، داي سوديوم الكالينفوسفاتen. لكن طبعا الأهم المركب هو معظم السوديون موجود في اليوم، هو السوديوم كورايت. كيليا قالت لنا فيه شرط امتناع قالت أنا مستعد ترمو الهادري وتاخدوا سوديوم عشان تكونوا سوديوم بايكاربونيت هاتوا الهادري وهديكم عوضا عنه سوديوم عشان تعملوا سوديوم بايكاربونيت في البلد بشرط شريطة تؤام ايه الشرط ان البي اتش اف يورين ما ينزلش تحت 4.5 ان اليورين ما يبقاش مور اسيدك عن 4.5 لان لو اليورين نزل البي اتش بتاعتو عن 4.5 الكلية هتتحرق هيبقى هاي اسيدك اليورين تبوض الكيلة فهي قالت لو نزلتوا البي اتش بتاع اليورين اللي اكتر من 4.5 افتح ودناك الكلية بتقول سأقفل العملية دي لا هاخد هيدروجين ولا هديكو سوديوم ففكرنا بهدوء طب ازاي انا هاخد منها سوديوم وهديها هيدروجين دون ان ينخفض البي اتش ما هو لازم لما اخد سوديوم من التيوبولار فليود عشان اعمل سوديوم باكرا منيك هنا وديها هيدروجين منها نخفض البي اتش فكانت هذه قصص الثلاث للثلاث مركبات وتابع واحدة من اعظم من اعظم الاشياء في صناعة الخالق تفرج الروعة تدي مركب مركب قصة الاولى يلا بينا هندي هيدروجين وناخد سوديوم عشان نكون سوديوم باكرا منيت يبقى المركب الهانتوك ايه هنرسمولك تاني هنا جنبيه نفس اليومين ده بس طبعا راسبوه هنا لما تاخد سوديوم وتدي هيدروجين من السوديوم باكرا منيت خد سوديوم ومدية هيدروجين يتكون ايه كاربونيك أسد اللي هيبقى دي السوشياتد بالكاربونيك انهيدريز يبقى الموضوع انتهى على ايه على مية لما اخدنا سوديوم ودينا هيدروجين السوديوم باكرا منيت لما تاخد منه سوديوم وتديله هيدروجين يتحول اليومن الى كاربونيك أسد اللي هيبقى دي السوشياتد بالمية وسيقوتو السيقوتو ده حتى حتى ايوحد استخدامه تاني بالتيبولات سينس يبقى الموضوع انتهى على ايه على مية هل المية هل المية يمكن ان تحدث اي تغير في البيئاتشيب طبعا لا فتهللت الكالية فرحة وقالت بس نجحنا في المعادلة الاولى في ان احنا نسكريت هيدروجين وناقض سوديوم عشان نعمل سوديوم باكرميت ولن ينتج اي انقفاض في البيئاتش بتاع اليوم لان النتيجة لما قد سوديوم ودنا هيدروجين كاربونيك أسد اللي بقى تشتد لمية مية مية وزيوتو وقعاد استخدامه تاني والمية لا تحدث اي انقفاض فانا بتصور اولاد ان فيه شخصية سمانية اسمو السماوي رحمه الله احمد رجب رحمه الله كان عامل شخصية اسمها بيرسمها لمصطفى حسين في الاخبار اللي هي اسم السماوي فانا بتصور عشان تفهم ونبقى شوية مزاح جي اسم السماوي قال لك كاليا انت فرحانة على ايه انت فرحانة عشان تخلصت من هيدروجين في القصة الاولى وخدت سوديوم عشان اعمل سوديوم باكرميت الانت فرحانة والموضوع عشان لم يحدث ادنى انخفاض في البي اتش فقاسم السماوي قال لك انت مش ملحظة انك عملت سوديوم باكرمينت في البلد من سوديوم كان موجود في صورة سوديوم باكرمينت في اليورين انت عملت سوديوم بايكاربونات من سوديوم بايكاربونات فانت ما زاودتش السوديوم بايكاربونات اللي في البلد لان السوديوم بايكاربونات ده اللي انت عملتيه عاملته من سوديوم بايكاربونات في اليورين كل اللي حصل ان السوديوم بايكاربونات اللي كان في البلد بصيلي هنا وحصل له فيلتريشن في اليورين انت رجعتيه تاني بس انما انت ما عملتش سوديوم بايكاربونات جديد بقرة تبقى بجتغيرات سيدوم باكرامرية من صنوبيا كان موجود في الهوريف يكن شيء موجود في البلاد بها خطير ودخل تبقى بجتغيرات وقالت له ما أنا لو كنت ما عملتش العاملة دي كان ما هو مصير السوديو مباكا ميت اللي كان في البلادة هو وحصلوا في التريشان كانها يفقد كنا هنفقد كمية لا قبلة لنا بها تبقى حافظة صام كنا هنفقد أربعة تلاف وخمسمائة أربعة تلاف وخمسمائة ملي إكوملا بيرليتا بالسوديو مباكا ميت فصحيح صحيح أنا ما كسبتي السوديو مباكا ميت جديد أنا عملت سوديو مباكا ميت في البلاد من سوديو مباكا ميت كان حصلوا في التريشان كان في البلاد وحصلوا في التريشان في اليورين كان في البلاد وحصلوا في التريشان بس أنا بالعملية دي أنقصت أربعة تلاف وخمسمائة ملي إكوملا سوديو مباكا ميت لو ما عملتاش كانوا هنفقدوا في اليورين في أكبر عملية إنقاذ في التاريخ عملية إنقاذ السوديو مباكا ميت اللي حصلوا في التريشان في اليورين بالعملية دي تم استرجاعه تاني فعش كده العملية الولى دي يدوها عنوان جميل قوي هارف ايه؟ reabsorption reabsorption of filter sodium bicarbonate reabsorption of filter sodium bicarbonate ولولا هذه العملية كنا هنفقد 4500 مليا كبيرا من كل لتر sodium bicarbonate فاحنا تعال نقيم العملية اه احنا كلية في القصة الاولى ما زودتش sodium bicarbonate عن اللي كان موجود في الدم لكن هي منعت فقدان السوديوم bicarbonate اللي كان في الدم لو ما عملتش عملية دي كان هيفيلتر وينزل في اليورن بالعملية دي تم انقاذ السوديوم bicarbonate منع فقدان السوديوم bicarbonate يبقى نقيم العملية كده بزكاء يبقى ما حصلش زيادة حقيقية في السوديوم bicarbonate اكشور احدى منعنا فقدان السوديوم bicarbonate لكن في نفس الوقت لم يحدث ادنى انخفاض في البي اتش في اليومي لان المية عمرها ما بتخفض البي اتش المية لا تخفض البي اتش فاحنا انقاذنا السوديوم bicarbonate دون ان نفقد دون ان يحدث ادنى انخفاض في الهجر واني يبقى لا نكسب ولا اخسارة لكسبنا سوديوم bicarbonate جديد في الدم ولا عملنا اي انخفاض في الهجر واني نيجي العملية التانية بقى فكل العيون بترقب القصة التانية قاملة ان احنا نعمل سوديوم bicarbonate جديد جديد من سوديوم مكانش في صورة سوديوم bicarbonate اننا في صورة جديدة داي سوديوم هيدروجين فوسفيت او سوديوم الكلام فوسفيت ادي هيدروجين للمركب ده وخب بداله سوديوم عشان تعمل سوديوم ب incorporates ايه النتيجة لما تاخد واحدة سوديوم وتدي واحدة هيدروجين المركب FA resistant مع في اثنين سوديوم ومحدة هيدروجين انت اخدت سوديوم وديته هيدروجين فانه البس وحدة بس سوديوم وثنين هيدروجين فيسموه سوديوم داي هيدروجين او سوديوم آسد يا ااسيد فوسفيت فوسفيت او لا يوجد حدث تchos Method tratada فحدث انخفاض ضئيل في البي اتش يعني السودي بقاسد فوسفيت ده مش قوي بقاسد ضعيف يبقى هيعمل انخفاض في البي اتش بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش اوصل الهربعة ونصف فالكليا مش هتشاط اوف مش هتمنع العملية دي تعالوا بقى نشوف المكسب انخفاض ضعيف في البي اتش ده الخسارة والمكسب بدوري هتافة تاتين الاربعين ميلي كوبول امبر ليتر تاتين الاربعين ميلي كوبول امبرة ليتر يبقى القصة الثانية كسبنا من جرائيها تاتين الاربعين ميلي كوبول امبر ليتر بس و لكن الحمد لله البي اتش منزلش الاربعة ونصف نازل لزوم طفيف فحتوا علموان هذه القصة افتح ودك تكون حمض يمكن معايرته تكون حمض يمكن معايرته تكون حمض يمكن معايرته يبقى القصة الاولى انتهت بلا خسارة بمية ما فيش اين خفاف في البي اتش ولا مكسر حقيقة في اكبر عملية انقاذ انقاذ قصة مكسب ضئيل وخسارة ضئيلة المكسب تأتي الى 40 ميلي يوكيبراند والانخفاض في البي اتش تافئ فكل العيون بترقب القصة الثالثة والاخيرة الامل معقود على القصة الثالثة والاخيرة ان احنا ناخد سوديوم من السوديوم كولورايد عشان نعمل كمية معتبرة من السوديوم كولورايد وفي نفس الوقت ايش نغفر البي اتش ربعة بص ولا سيما لا سيما ان معظم السوديوم اللي في اليوم موجود في سورة ملح سوديوم كولورايد يبقى اكتر كمية في ماء سوديوم هي في سورة سوديوم كولورايد وكان نحن ملحق الامال معقودة والعيون بترقب الثالث عملية وهنا ناخد سوديوم من السوديوم كولورايد عشان نعمل اسمه ودي هادجن يلا نخذ سوديوم وودي هادجن فيتحول السوديوم كولورايد الى البريان الق principe جعلنا了 sldemchloride HGL Hydrochloric Acid ضمي جيد أول قطرة HCL حلقة لربعة ونصف اللطنوب اصدفد الحصول الكلية حالفة براز ابوها لو البي اتش ينزل اربعة ونص هتشوت اوف الهادجين سوديوم اتشينج لا هتقبل هادجين و هتجدها سوديوم عشان مش هتضاع روحها فالعملية وقفت يبقى انتهت القصة الثالثة اللي كانت الامان معقود عليها بمصيبة بان خدنا سوديوم اللي كانت سوديوم اكريمية و دينا هادجين فالسوديوم كورين يتحول الى هادروكلوريك اسيد خفض البي اتش الاربعة ونص فالكلية شوت اوف قفلت الهادجين سوديوم اتشينج بازت العملية في ثالث واحدها فمضت الكلية حزينة ثم اخذت تفكر وتفكر وتفكر طب نخلص من الحكاية دي ازاي ثم عادت لتفكر وتفكر وتفكر الى انقارة الكلية وجدتها لقيتها وجدتها خلاص ايه وجدت ايه الكلية قالت بس انا عندي حل بقى للقصة دي قالت ايه انا هعمل امونيا عشان كده عنوان القصة التالتة فورميشن او امونيا من اي امانو اسد ايضا من الجلوتامين امانو اسد ستين في المئة من الامونيا في الكلية بتتعامل من الجلوتامين من اي امانو اسد يعمل امانيا بس ايضا من الجلوتامين ايضا من الجلوتامينيز انسان الكلية تكون امونا من الامانو اسد ايضا من الجلوتامين امانو اسد بمساعدة جلوتامينيز هذا الامونيا دي بقى لبيتسوليبول يعني هتدخل جو اليوم ونادهت الهادرجن امونيا رمزها ان اتس فري مش عاوز عابه نادهت الهادرجن وعطت له تعالى هادرجن فقالها الهادرجن قال لها انت عاوزاني في ايه دارة بين الامونيا اللي عملتها الكلية والهادرجن الحوار افضل من الحوار بين فات الحمامة ومحمود ياسين في فيلم الخطة رفيعة لما قلت له اعلن حبك وقال له انا مش نبي تبقى شاهد الفيلم الخطة رفيعة انا عندي حوار اعمق وهذا الحوار لما تسمعوا يا ولاد هو قمة الفهم للرولف كدني في الاسدوز قمة الفهم للرولف كدني في الاسدوز تعال اسمع الحوار الامونيا ندهت الهادرجن فجالها الهادرجن وسألته سؤالين هما قمة الفهم للرولف كدني في الاسدوز قالت له هو ليه هادرجن مش راضين يتبادله معاك السوديوم في حالة السوديوم كلورايد قالت لها انه هتنتج مصيبة لو ادخدنا السوديوم وروحت انا مع كلورايد هيحصل كهيدروكلوريك أسل كهيدروكلوريك أسل كهيدروكلوريك أسل كهيدروكلوريك أسل فالهادرجن قال لها كليا حلفة براس أبوها لو البياتشو بيورن نزل الاربعة ونص الهادرجن سوديوم اكتينج مفيش تبادل مش هتسمع مش هتسمع بالمخفاض البياتشو بيورن الاربعة ونص كهيدروكلوريك أسل كان هذا هو السؤال الأول لماذا يا هادرين ما وفقوش على التبادل مع السوديوم في حالة السوديوم كورايد بالإجابة في عجالة لان كان هيتكون هيدروكلوريك أسل فيلشترومج أسل هيخفض البياتشو بيورن الاربعة ونص فالكليا هتبنى عملية التبادل بالهادرجن والسوديوم فالأموني عدت له اسألك السؤال الثاني ما كفاك يا هادرين كفايا عليك تتبادل مع المركب الأول اللّ هو السوديوم باي كربونيت والمركب الثاني اللّ هو مهاجرا جواب بسفيت passado بقى تبادل الهايدرين مع السوديوم بتاع السوديوم باي كربونيت بينتب عنّو السوديوم باي كربونيت كان ياساسا بتاعنا السوديوم باي كربونيت يبقى احنا مكسبناش حاجة احنا السوديوم ماكرونيت اللي حصل مفلتراشل اهو سوديوم ماكرونيت رجعناه تاني للدم سوديوم ماكرونيت انقذنا 4500 مليا كوبرانت كل نت لكن ما عملناش اي سوديوم ماكرونيت زيادة نجيل التاني السوديوم متاع الدي سوديوم هادروجوم فوسفيت التبادل ده اه صحيح بينتج عنه حمض ضعيف اسمه سوديوم اسف فوسفيت او سوديوم هادروجوم فوسفيت القفاض تافه في الهيدروجوم لكن بنكسب حاجة تافه قوي 30 الى 40 مليا كوبرانت كل نت فالقصة الاولى لن ينتق عنها اي مكسب انما منعنا الخسارة في اكبر عملية انقاذ 4500 مليا كوبرانت كل نت والقصة التانية انقاذت لكمية ضعيلة او عملنا كمية اسف ضعيلة 30 الى 40 فكل العيون معقودة على السوديوم بتاع السوديوم كورايد انه اكبر كمية في اليوم هو السوديوم اللي في صورة سوديوم كورايد فالأمونيا قالت للهيدروجين بص يا هيدروجين انت وشك يا ابني ما فيوش ابوني قالها ايه قلت لما بتروح تتبادل مع الصد يبتعصون الكورايد لوحدك لوحدك بيرفضه لانهي تكون اتسي ان انما لو جيت معايا الامر هيختلف يا هيدروجين قالها انجرب فاتحد الهيدروجين مع الأمونيا ان اتسي وكونوا صورة جديدة اللي هي NH4 امونيوم آين ومش حاوزها عبط دي انطقوها امونيا NH3 امونيا بعد اتحادها مع الهيدروجين NH4 4 امونيوم آين ده لبيد سوليم الامونيا عشكاها دخلت الامونيوم آين لبيد انسوليم وهو المطلوب عشان يبقى ترابت في اليوم عشان ما يرجعش تاني راح الهيدروجين مع الامونيا في صورة جديدة اسمها امونيوم آين وقالوا للسوديم كورايد تتبادل معانا المرة دي سوديم مش مع هايدروجين سوديم مع هايدروجين مضاف اليه امونيا يعني في صورة امونيوم آين ترضى وفقه فورا لان ما تكونش HCL تكون امونيوم كورايد إرادة نيوترال نيوترال سولت لن يحدث انقفاض يسكر في البي اتش وبالتالي وفقه على التبادل وبالتالي قدرنا ناخد كميات رهيبة من السوديم بتاع السوديم كورايد عشان نكون كميات رهيبة من السوديم بايكرميد في الدم تصل تصل في كورونيك أسيدوزيس إلى 500 ميلي إيكوبيل بلليتر يعني القصة الأولى والتانية كنا النتيجة الحقيقية اللي فاهم قوي كسبنا تاتين الاربعين إنما النتيجة في القصة التالتة كسبنا كسبنا 500 ميلي إيكوبيل في كورونيك أسيدوزيس فلولا الفورميشن الأمونيا ما أمكن زيادة السوديم بايكربونات بمقدار 500 ميلي إيكوبيل أمبرليتر في الكورونيك أسيدوزيس ديه كانت القصص السلاسة للسكريشن في هيدروجين في اليورين والفورميشن في سوديم بايكربونات في البلد كمان بغي أن تفهم وهي تنقسم لسلاس قصص قصيرة تبادل هاجم مع السوديم بتاع السوديم بايكربونات لم نكتسب سوديم بايكربونات ولم نفقد سوديم بايكربونات مكسبناش حاجة بس أنقذنا بأكبر عمية إنقاذ 4500 دون أن يحدث أدنى خفاض في البي اتش لأن الموضوع ليس على مية في تالي قصة كسبنا 3340 بس حصل خفاض تافئ لأن السوديم ألكالايت يتحاول للسوديم أسل الضي سوديم هادرين بإضافة الأمونيا أمونيو آين بقى مقبول لأنه بيدي أمونيوم كولورايت مش هيخفر البي اتش الاربعة ونص منع الانخفاض فالعمالية استمرت وكسبنا 500 ميلي إكونامبر بيتر يبقى يا أولاد تعقبين للأوائل التلت قصص دي أنا شرحتها لكن لا تحدث في نفس المكان فعمالية أن نحن نتبادل هادرين مع صوديوم بايكاربونيت ده بيحدث في البروكسيمان كومفريتو التيبيول اللي عملية الانقاذ لأربعة تلاف وخمسمية ميلي إكونامبر يبقى عملية الانقاذ تملي الكمية الكبيرة الرقم الكبير التعلمناه لا تؤجل عمل يوم الغد في البروكسيمان كومفريتو التيبيول بنتبادل هادرين مع الصوديوم بتاع صوديوم ميلي 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 كومفريتو أما القصة الثانية اللي كسبنا فيها 30 الاربعين وقصة الثالثة اللي اسمها فورميشن وفتيتريتو بالأسيتي وقصة الثالثة اللي عنوانها فورميشن وامونيان اللي كسبنا فيها كومسومية فالقصتان دول تم القصتان تم في الديستال كومفريتو يبقى الأوائل مش ثلاث قصص أنا سمهم أفرس مواحد عشان افهم إنما الرقم الأكبر هو 4500 واللي عنوانه ري أبزوبشن أو فيلتر صون ميكرا 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 عمريتو إنقاذ صون ميكرا 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 إنما القصتان اللي هما الثانية والثالثة اللي واحدة كسبنا فيها تاتين الاربعين والأمونيا كسبنا فيها 500 الأولية نسميها formation of tythritab والأسيدي وكسبنا فيها تاتين الاربعين والثالثة والأهم هي formation of أمونيا وتسببت في مكسب 500 ميلي اكويل امبر ليلتر في الكرونيك أسئلوسيس فدول حدث في الديستال كونفديويت التيبيول والكوليكتين تيبيوليس والأوائل يمكن تقول أن الهيدروجين في الآخر يزور الآخر كان يزور السيكريشن وهيدروجين والبوتاسيوم وطبعا زيادة الانتراسيلر كاربون داكسايد لأنه مصدر الهيدروجين ونقص الانتراسيلر بوتاسيوم لأن في كومبيتيشن ما بين الهيدروجين والبوتاسيوم يبقى ثلاث حاجات يزور السيكريشن وهيدروجين الآلوستيروم زيادة انتراسيلر كاربون ونقص الانتراسيلر بوتاسيوم دا كان بارت وان في المحاضرة الأخيرة وبعد دقائق حوالي 15 منتز هنلتقي في بارت وها صغير جدا جدا وأسهل كثير على أولاد في 12 إلى 15 منتز نلتقي بإذن الله في أقل من الساعة هنقلص الجزء التاني شكرا